فنان كبير ذو بصمة فنية لا تتكرر قدم خلال مسيراته الفنية أعمالا لا تنسى بخفة ظل غير معهودة ولون جديد من الكوميديا إنه الفنان الراحل نجاح الموجي الذي يوافق اليوم ذكرى ميلاده كان فيها سلكتينة بتاع الساعة مضروف فأنا غيرته بالعارب وبقت ماشي شغلتها؟ شغلتها بس ما اشتغلتش ليه؟ الله أنا عملت اللي عليها والبقى على الله فنان كبير حفر اسمه في ذاكرة السينما المصرية في وقت كانت تعج فيه بقامات كبيرة إلا أنه استطاع عبر أدائه السهل الممتنع أن ينال حب وإعجاب المصريين وأن يقف جنبا إلى جنب في مصاف أبطال كبار بخفة ظله ومفرداته المميزة إنه الفنان الراحل عبد المعطي محمد الموجي الشهير بنجاح الموجي يجد عن سدقوني أنا ولفندي ده موظف محترم أخو ولد الموجي في الحادي عشر من يونيو عام الف وتسعمائة وخمسة وأربعين بقرية ميت القرمة بمركز تلخى بمحافظة الدقاهلية وتخرج في المعهد العالي للخدمة الاجتماعية وعمل موظفا وتدرج في المناصب حتى وصل لدرجة وكيل وزارة إلا أن هذا لم يثنيه عن حبه للفن بتشجيع من أخيه الذي استعار اسمه نجاح عرفانا منه بدعمه له فحاول التقدم لمعهد الفنون المسرحية عدة مرات وفي عام الف وتسعمائة وتسعة وستين انضم الموجي لفرقة ثلاث أضواء المسرح وانطلق بعدها ليقدم أدوار متعددة نالت شهرة كبيرة في مسلسلات وأفلام شهيرة منها مسلسل أهلا بالسكان وفيلم أيام الغضب والذي حصل من خلاله على جائزة أفضل ممثل من مهرجان ديمشق والمسلسل التاريخي بوابة الحلواني وفيلم الكتكات الذي قدم فيه شخصية لا تنسى هي شخصية هرم وقد اشتعر نجاح بتقديم سكتشات غنائية مرحة نالت شهرة لدى الجمهور منها الترماي وحنقورة حكلنا حكاية التي ألفها بيرم التنسي وهو ما شجعه على تقديم ألبوم غنائي إلا أن الرقابة لم تجزها قدم نجاح نحو خمسة وعشرين فيلما سينمائيا وسبع عشرة مصرحية وثلاثة عشرة مسلسلا تلفزيونيا قدم خلالها جملا ومفردات خفيفة الظل مميزة حفظها الجمهور عن ظهر قلب وبعد مسيرة فنية حافلة وضحكات رسمها على وجوه جمهوره رحل نجاح الموجي عن عالمنا إثر أزمة قلبية مفاجئة في الخامس والعشرين من سمتمبر عام 1998 تاركا سجلا حافلا وجميلا من الأعمال الخالدة في ذاكرة المشاهد